عرب غبطة البطريارك ثي أوفيلوس الثالث بطريارك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن عن تقديره وامتنانه لجلالة الملك عبد الله الثاني على تكفله بترميم كنيسة القيامة في القدس على نفقته الخاصة وذلك بعد عامين من الانتهاء من ترميم القبر المقدس في الكنيسة ذاتها والتي كان جلالته تبرع لها على نفقته الخاصة وقبلها مساهمات جلالته الشخصية في دعم ترميم موقع المقتص ويأتي هذا التبرع تنفيذا لوعد جلالته خلال خطاب تسلمه جائزة تامبلتون في شهر تشرين الثاني الماضي حيث قال خلال حفل التكريم يتوجب علينا جميعا المحافظة على القدس الشريف بتاريخها العريق المبنية على تعدد الأديان كمدينة مقدسة تجمعنا وكرمز للسلام ولفت غبطة البطريارك الذي هنأ جلالة الملك والأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك إلى الجهود الهاشمية المستمرة والثابتة برسالتها والفاعلة في تعزيز القيم المشتركة خاصة بين الإسلام والمسيحية